موسيقى رئيس البلدية سيد نيزار الشمالي وجورج سعد يلي هو رئيس اللجنة السياحي بالبلدية رح يحكونا عن آخر نشاط رح يتم بخلال فترة الميلاد أهلا وسهلا فيكن أستاذ نيزار رئيس بلدية درعون حريصة يعني واحد ما بقدر يفكر غير بمزار سيدة لبنان لما يقول حريصة درعون يعني هيدا مهم صعب عليكم يعني بتكون تعملوا النشاطات لتخلوا المنطقة كمان نحكي عنها والسكين والكوميونيتي وورك فشو اللي محضرينه لك ريسمس؟ نحن لأنه مثل ما قلت حضرتك هو مزار عالمي صار وفي عنا كتير عالم تطلع بتزهور خاصة بفترة العيد بقى حبينا نخلط شوي إذا بدك طابع ديني للعيد مع طابع النشاطات اللي رح تصير بخلال هالفترة يعني وهي نشاطات رح تكون مختصة للأولاد وللأكبار حتى أنه المشروع هو ممتد رح يكون من عشرين لسبع وشرين شهر خلال سبعة أيام قبل وبعد العيد رح تبلشه لكين بعد كم يوم رح يصير على مدخل حريصة مدخل حريصة عامة فرق مزار سيدة لبنان نعم ورح تكون الكونكشن والمواقف كلها مربوطة بالمزار ونحن مقامنين مواصلات فيه جولف كارز رح تكون مأمنة حتى يطلعوا يزال العالم حتى التلفريك رح تكون صلة توصل للمشروع هذه المرة أو السنة التانية اللي بتقوموا بهذا النشاط لمخشد نوال هديك السنة وهالسنة شو لتغير؟ صرتوا تعرفوا قديش فيه أقبال وقديش كمية الزوار أكيد لتغير أنه كل شيء يتحسن واحد يتعلم من أول مشروع يمكن تاني مشروع بشو فيه أخطاء أكتر بتحسنها بالثالث وبرابع يمكن بس نحن هالمرة حبينا كمان نفتتح مشروعنا هلأ جورج بخبرنا شو عن التفاصيل للبرنامج بس بهمني ركز شغلي أنه الافتتاح سيكون مع كرال سانتا ماريا السنة الأربعة الساعة الثمانية وبدأ أطلب من كل اللي حبين يطلعوا يشاركوا بهذا الرسال يطلعوا شوية قبل الوقت لأنه الطريق شوية دايقة تطويل الطريق يصير لفوق خلال المشروع اللي عم يسير تنفيزه لتوسيع الطريق لها الطريق يقدر يأمنوا مواقف ويقدروا يوصلوا بالوقت الصحيح لكن الوصول بكير جورج سعد رئيس اللجنة السياحية يعني عم تحكي عن بلد بيوصل لها أكتر من يعني برك مليونين ونص الزائر كل سنة أكيد في اللجنة السياحية ولكن الشريع الضائعة كمان لازم نحكي عنها ونسوي مش بس الزيارة اللي بتصير على المزار إذا بدك نحن كبلدية هي عادة البلديات تتعاقد مع شركات هي بتعملوا الإيفان بقى نحن من خلال الرئيس نزار حبينا نطلق فكرة الليجان وهالليجان هو عمل تطوع بأمتياز بس كان عندنا تارجة كتير كبير أنه نحن شو بدنا نعمل تنوازي متما قلت حضرتك تنوازي مع هالمطرح الديني العالمي نحن اليوم عم نحضر للسنة الثانية بمرشدة نوال هو عبارة عن سوق سوق بما كلمة لها المعنى من الكلمة يعني مثلا بقول وهو فيها بقلبه فوتكور وفيه بقلبه كمان بيوت خشبية بتبيع ألعاب وغادجيتس وارتيكل كدو مقابل هذا السوق حبينا كمان نخلق انترتيمنت لأنه بالنتيجة هذا العيد هو عيد للصغار نحن رح ننزل نعمل خيمة كتير كبيرة مغلقة بقلبه رح يكون فيه بكل فترة اليفانت رح يكون فيه انترتيمنت للصغار هاندي كرافت كل هالخبار اللي حبيبوها للصغار كما بأنه كل يوم بخير لكل فترة اليفانت من ساعة 8 وطلوع رح يكون فيه وكل هذا شيء مثل ما قال رئيس بعشرين الشهر نحن عندنا كرال سانتا ماريا بـ 22 رح يكون فيه عندنا مسرحية كتير مهضومة وحلوة تتناول الصغار والكبار بـ 23 رح يكون فيه عندنا احتفال كمان بالنتيجة نحن عم نعمل اليفانت مش بس لكل العالم لضيعتنا كمان ولحوالينا عم نعمل اليفانت نوزع فيه كدويات لكل ولاد الضيعة وهذه عم بتشارك فيها كل ولاد الضيعة من حركات ومن كشاف ومن مجلس رعاوة من حفلة الرعية حفلة الرعية هي رح يكون فيها كمان توزيع هدايا بـ 25 شهر رح يكون فيه سيرك كتير مهضوم مثل ما عم نشوف هون على سكرين هلأ عم نحط البروغرام كامل رح يكون فيه سيرك كتير مهضوم من بعد السيرك رح يكون فيه كمان توزيع هدايا عم بوزع بابا نوال أهضم بابا نوال رح تشوفه باللبنان شوفه بحريصة كان عندنا هذيك السنة كمان إن شاء الله يكون قطع بابا نوال معنا هون بين السور شوفنا سور شوفنا للزينة شوفنا للناس الكتير الموجودة بالسوق دوق بابا نوال رح يكون سبيسيال أحلى بابا نوال يعني اللي بيطلع يتصور مع أحلى بابا نوال بيطلع على حريصة على حريصة رح تاخدوا بريك على العيد لأنه رح تبوي 24 نحن موقفين البروغرام على الأربعة ونص إذا انتبهت بسكتش ولا أنه بتعرف كل العالم بتروحها لتعايد ببيوتها وإن شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع محاضرين فيديو متل ما فهمت فخينا نحضروا سوا عيد الميلاد ما بيكمل إلا بزيارة المرشد نوال اللي بتنظمه بلدي الدرعون حريصة من عشرين ولغاية 27 كنون الأول أجواء دافية زينة الميلاد فرح نشاطة ترفيهية وعروض موسيقية والافتتاح مع جوية سانتا ماريا نطريكن كلكون دعوة عامة أكيد بدأ وضع شغلي بس بالموفي بس هون نحكي عن الكرال سانتا ماريا مش هيدا الكرال المحطوط بالموفي بس تكون واضحة الصورة بس هي الكرال سانتا ماريا تكون على الأوبنين تغني تراتيل وغني ميلادية بس تماسير في لغط بالمشارة بسؤال أخير رئيس شو رح يصير بال2018 بحريصة في غياراتك تحكي عن الطريق في مشريع جديد عم تقوم فيها البلدية شريع بدعم للبلدية أو شريع كمان من البلدية هلأ فيه عنا أهم مشروع وتوسيع طريق حريصة هو مشروع دولي يعني الماء والأعمار عم بيقوم فيه وزارة الأشغال أكيد بيخلص بعد سنة ونص تقريبا بصف الأكساء أهيا وأقرب على سعيدة لبنان وهذا المشروع نحنا على أمل أنه يكمل لمناطق الضيعة المجابرة لحتى كمان يصف النزلة للزوار من الجبل كمان سهلة بلها الطرقات الدايئة والصعبة وخاصة مشروعية ما بتخلم من حوادس ع طول أهم شيء بس نحافظ على الخضار وهذه الغاباتي اللي عندكن هلأ نبقى حلمنا هيدا الهجز طبعا هيدا الهجزنا بفهمكن جود لك وميري كريسمس نعاد عليكم بدنا نشكركم لألكون وخاصة أنتم عم تعملوا كفريج كتير مهمة معنا بدنا نشكر كل الناس اللي ساعدتنا ووسقت فينا وبدنا نقول أنه نحنا قبل ما أدما ننظم مهرجانات ما بدنا نظلنا مركزين أنه في حدا هو سبب هيدا العيد اللي هو يسوع بقى عقبال كل سنة ونظلكم بألف خير شكرا شكرا شكرا